وسعد الله صباحكم شاهدين الكرام بكل خير أهلا بكم في الفترة التحضيرية الخاصة بافتتاح سوق الأسهم المحلية في جلسة اليوم الثلاثة إجمالا بالأمس كانت الصورة بالنسبة للأسواق المالية العالمية كانت حمراء خصوصا في ظل الأخبار الخاصة بالسلالة الجديدة لكورونا وبالتالي ما تبعها من إغلاقات وأيضا توقف وتعليق للرحلات في الدول الأوروبية وبالتالي هذا أثر في المخاوف لدى المستثمين بالأمس شهدنا مؤشر القلق يرتفع تقريبا من 17% أصل إلى 25 نقطة وبالتالي هذا مؤشر على شهية المخاطرة بالنسبة للمستثمري وعدم الأخذ فيه وبالتالي حالة القلق أيضا لديهم في ظل هذه الأحداث المتتالية بالنسبة لسلالة كورونا الجديدة وهو يذكرنا بالسيناريو الأهم في هذا العام هو سيناريو شهر مارس والذي كان هناك تراجعات حادة بالنسبة لأسواق المال وبالأمس يمكن شهدناها باستثناء الأسواق الأمريكية كان عليها هناك نوع من التباين تحديدا جاود جونز أغلق على ارتفاعات في ظل إقرار حزمة التحفيز الأمريكية بـ 900 مليار دولار هي الحزمة الثانية والأعلى في طريق الأمريكية تحديدا بعد حزمة سابقة بأكثر من 2 تريليون دولار وبالتالي هذا يعطى حالة من الإيجابية لدى المستثمرين في المقابل شهدنا تراجعات في أغلب الأسواق المالية وتحديدا الأسواق الأوروبية في المقابل أيضا شهدنا تراجعات بالنسبة لأسعار النفط في جلسة الأمس كسرنا مستوية الخمسين نقطة لكن بعد ذلك عدنا إلى تقليص هذه الخسائر نتحدث عن أمس خسائر تقريبا 5% من ثم عادت الأسعار فوق مستوية الخمسين دولار اليوم أيضا نشهد تراجعات أيضا بالنسبة لأسواق النفط مع بداية التعاملات الآسيوية في المقابل الأسواق الخليجية أيضا اليوم شهدنا تباين بالنسبة للأسواق نتحدث عن سوق الكويت على تراجع سوق دبي على ارتفاعات في المقابل سوق أبوظبي ما زال على تراجعات السوق المحلية في جلسة الأمس أيضا كان على تراجعات بأكثر من 2% كسرنا معه مستوية 8600 نقطة وأيضا كسرنا مستوية 8500 نقطة لكن عاد بعد ذلك المؤشر للارتفاع والعودة فوق مستوية 8500 نقطة لنغلق عندها 8500 وثمانية وثلاثين نقطة بالتالي تراجعات بواحد وسبعة عشر إجمالنا بالأمس كان أداء جيد بالنسبة للأسهم القيادية إذا ما أخذنا في الاعتبار تراجعات كانت حادة بالنسبة للأسهم المتوسطة والصغيرة لكن القيادية كانت على التماسك بالتالي أدت إلى هذا التماسك بالنسبة لأداء المؤشر في جلسة الأمس بعد أن شهدنا في بداية الجلسة تراجعات حادة كما ذكرت تجاوزت الاثنين في المياه سنشاهد كيف سكن عكاس أيضا لإغلاقات في جلسة الأمس أيضا على السوق المحلي في جلسة هذا اليوم خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار معامل ارتباط مع أسواق النفط أسواق النفط ما زالت على تراجع وإن كانت وثيرة التراجعات خفت في ختام جلسة الأمس ولكن مع بداية جلسة هذا اليوم كان هناك تراجعات طفيفة لكن بالتأكيد السوق في جلسة هذا اليوم سيكون هناك تتبع أيضا للأخبار الخاصة بالمؤشر يمكن خبر مهم كان بالنسبة لسامبا وهو استقالة الرئيس تنفيذ لسامبا رانيا نشار وانتقالها كمستشارة لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة سنشاهد كيف سكن عكاس هذا الخبر أيضا على سهم سامبا إجمالا في جلسة الأمس ما زالت المحفزات بالنسبة للسوق غير حاضرة في ظل الأخبار السلبية عن السلالة الجديدة لكروه وبالتالي سنراقب كيف سكن عكاسات هذا على أداء المؤشر في جلسة هذا اليوم خصوصا بعد أسوأ أداء يومي للمؤشر في جلسة الأمس منذ شهرين بالتأكيد مؤشران يفتتح على استقرار بالنسبة للسوق ثمانية ألاف وخمسمائة وثنتين وثلاثين نقطة